السيد وزير التربية والتعليم الأمهات في البيوت مش عارفين يتعاملوا شوية مما وضوع الانلاين تدريس ده يعني في حالة رابكة كده لأنه ما كانتش متعودة عليه ممكن نفكر أكتر ممكن نلاقي طريقة أسهل ممكن نشوف يعني مثلا محافظة المنوفية عاملة قناة على اليوتيوب عجبتني الفكرة قول عشان توصل التدريس للناس ويمكن وزيرة الصلاة كان معايا في حلقة سابقة وقال أنه بعض الشركات جاهزة بصوا في المنوفية عملوا إيه ده المدرس واقف لوحده خالص بيتصور فيديو ويطلعها على اليوتيوب ونعمل قنوات ونعلن عن هذه القنوات فكرة الانلاين في موضوع التدريس عامل شوية رابكة في البيوت ممكن نذاكر فكرة تانية والسؤال التاني اللي الناس بتسأله هي المناهج هتفضل بنفس الحجم يعني لو أنا باخد 14 درس برضو الامتحان هيجي في 14 درس ولا ممكن نفكر فيها الأمهات في البيوت بتسأل هذه الأسئلة اللي باعتبرها حيوية جدا وما فيش نوع من أنواع يعني التواصل الكامل لكل الأمهات مع موضوع الانلاين أرجوكم نفكر في طريقة أخرى وبحقي محافظة المروفية على الفكرة ونفكر في طريقة تانية ونشوف الأوبشن بتاع الخدمة اللي وفرتها وزارة الاتصالات واللي وفرتها كمان شركات الاتصالات نحاول نوصل للناس بشكل أسهل من كده لأن موضوع الانلاين ده يعني ما بقاش هو أو يعني لحد دلوقتي مش هافين نتعامل معه بالقدر الكافي ترجمة نانسي قنقر